ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية في بداية الاجتماع وبمناسبة صدور الأمر الملكي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بفضي دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب فقد أشاد المجلس بما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من إنجازات على كافة الأصعدة منوها بالدور الذي يطلع به مجلسي الشورى والنواب في مسيرة العمل الوطني بعدها أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وذلك بأثر رجعي للفترة من يناير 2023 لغاية يونيو 2023 في معاشات المتقاعدين لشهر يونيو الجاري وذلك في ضوء التوافقات التي تمت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 مشيدا في هذا الصدد بالتعاون البنى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي محمره مصلحة الوطن والمواطن منوها بجهود الفريق الحكومي واللجان المختصة بمجلسي الشورى والنواب وكافة أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية طوال فترة مناقشات مشروع قانون الميزانية العامة للدولة كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بإشأن صرف علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام وصرف علاوة دوي لعاقة وفقا لما تم التوافق عليه مع السلطة التشريعية وذلك بدءا من شهر يونيو 2023 ثم هنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في مختلف المراحل الدراسية مقدما المجلس الشكرى لأولياء الأمور وإلى الهيئات الأكاديمية والإدارية بوزارة التربية والتعليم على جهودها المبذولة ودورها فيما تحقق من نتائج طيبة في مختلف المراحل الدراسية وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة فقد أكد المجلس حرص مملكة البحرين على تبني المزيد من المبادرات والخطط والحلول المبتكرة التي تعزز الأمن البيئي وفي ضوء ذلك وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمضاعفة الهدف المعلن عنه لزراعة أشجار نبات القرم لعام 2023 إلى 460 ألف شجرة بدلا من 230 ألف شجرة حيث يأتي ذلك ضمن التزام مملكة البحرين في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 26 لزيادة أشجار نبات القرم بأربعة أضعاف حتى عام 2035 ثم أعرب المجلس عن أصدق تعازيه ومواساته لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة في ضحايا حادث تصادم ثلاثة قطارات في منطقة بلسور بولاية أديشا شرقي الهند وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع الجرحة بعدها قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل المادة الثانية من القرار الخاص بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران مذكرة سعادة وزيرة التنمية المستدامة حول التقرير الوطني الطوعي الثاني بشأن التقدم المحرز الذي حققته مملكة البحرين على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن دليل اشتراطات الأنشطة التجارية والذي يأتي ضمن مبادرات تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب الأعمال ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير المرفوعة من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السعادة الوزراء بشأن أولا بناء على تكليف حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه مشاركة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء في مراسم تنصيب فخامة رئيس جمهورية تركيا الشقيقة ثانيا المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي ثالثا المشاركة في أعمال جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين وأعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية رابعا نتائج مشاركة مملكة البحرين في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة خامسا حصول كلية البحرين للمعلمين على الاعتمادية الدولية من مجلس اعتمادية إعداد المعلمين بالولايات المتحدة الأمريكية سادسا المشاركة في الحفل الختامي لفعاليات الفورملا واحد في المدارس بالمملكة العربية السعودية الشقيقة سابعا المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين سابعا المشاركات الخارجية لفعاليات الفورملا واحدة